ذكرت دراسة حديثة بأن الرجال في منتصف العمر الذين يتناولون الكثير من الخضروات والفاكهة تقلوا لديهم احتمالات تعرضهم لمشكلات إدراكية في سنوات لاحقة وأكدت الدراسة الأمريكية التي أجرت أبحاثها على نحو 28 ألف رجل خلال عقدين من الزمان بأن الرجال الذين لا يتناولون ذلك النوع من الغذاء تزيد لديهم احتمالية إصابتهم بمشاكل إدراكية مع تقدمهم في السن